شهر واحد هو المدة التي قد تلزم إيران لإنتاج وقود لقنبلة نووية واحدة جملة تختلف عن كل التصريحات السابقة التي تحدثت عن اقتراب إتمام طهران لبرنامجها النووي لتتعداها إلى صناعة قنبلة نووية ووقودها أرقام ومعلومات صادمة كشفتها صحيفة نيويورك تايمز عما كان الغرب يخشاه ونقلت الصحيفة عن خبراء درسوا تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدهم أن مستوى تخصيب الوقود النووي ارتفع مؤخرا لمستويات قريبة من مستوى صناعة السلاح النووي ما يجعلها قادرة على إنتاج وقود قنبلة واحدة في غضون شهر واحد فقط وإنتاج وقود السلاح الثاني بأقل من ثلاثة أشهر والثالثة في أقل من خمسة أشهر أرقام يفسرها منذ البداية جر إيران وكالة الطاقة الذرية إلى مربع الشد والجذب في مناورة حاولت من خلالها كسب الوقت للتغطية على خروقات بعض منشئاتها النووية واختلاق عقدة جديدة في مفاوضات فيينة تعثرت جولتها السابعة قبل أن تبدأ تطور ألقى بظلاله على إدارة بايدن التي دخلت مفاوضات خاسرة منذ البداية مع تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية على أن استعادة العمل بالاتفاق النووي السابق قد لا يكون مفيدا ما يضعها مرة أخرى في مقارنة خاسرة مع إدارة ترامب التي كانت تعي تماما خطر الاتفاق النووي الذي أعطى لإيران ميزات لم تكن تحلم بها وفرض عليها عقوبات غير مسبوقة الغرب إذن عاجز حاليا أمام طهران فحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي موعد لاستئناف محادثات فيينة تابعها صفقة وصفت بالخاسرة أبرمتها وكالة الطاقة الذرية تسمح لمفتشي الوكالة بالتحقق من أجهزة المراقبة الموضوعة في المنشئات النووية دفعت قوى غربية للتخلي عن خططها للتصعيد ضد إيران يؤكد مراقبون أنها مناورة لا أكثر لتغطية خروقاتها النووية وتلغيم المفاوضات النووية بالاشتراطات من جديد